أنهت بورصة الكويت عملاتها اليوم على تباين في أداء مؤشراتها الرئيسية وسط استقرار السيولة النقدية عند مستوى 50 مليون دينار مؤشر السوق رئيسي 50 تصدر قائمة مؤشر السوق من حيث الانخفاض بفقده 17% من قيمته بفعل الضغوط البيعية على العديد من الأسهم المدرجة على هذا المؤشر وفي مقدمتها كل من سهم خليجي وسنام وسهم المركز ننتقل الآن إلى أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت نبدأها مع مؤشر السوق العام انخفض بواقع سبع نقاط واستقرار عن مستوى 724 نقطة السيولة النقدية كانت 50 مليون ونصف المليون دينار تقريبا بالنسبة لكمية الأسهم 281 ونصف المليون سهم عدد صفقات 15055 صفقة بالنسبة لمؤشر السوق الأول هو اليوم مستقر عن مستوى 7649 نقطة السيولة النقدية ناهزت 27 مليون دينار كمية الأسهم كانت 96 مليون سهم عدد صفقات 6092 صفقة مؤشر السوق الرئيسي 50 كما ذكرنا قبل قليل يتصدر قائمة الانخفاض بواقع 45 نقطة مستقرا عن مستوى 6326 نقطة السيولة النقدية كانت 14 مليون دينار كمية الأسهم 106 مليون سهم عدد صفقات 4730 صفقة ومؤشر السوق الرئيسي منخفض اليوم بواقع 37 نقطة مستقر عن مستوى 6439 نقطة السيولة النقدية كانت تقريبا 24 مليون دينار كمية الأسهم 185 ونصف المليون سهم كمية الصفقات 8963 صفقة شركات الأكثر ارتفاعا اليوم انوفست على رأس هذه القائمة ب154 فلس مرتفعة بواقع 8 فلوس سهم أنظمة 150 فلس مرتفعة بواقع 5 فلوس سهم السور 245 مرتفعة 8 فلوس أولى للوقود 254 ست فلوس وكامكو 134 ومرتفعة بواقع 3 فلوس بالنسبة للشركات الأكثر انخفاضا خليجي تأتي على رأس هذه القائمة ب670 سهم سنام 222 وأسس 103 فلوس سهم المركز 131 فلس نابيسكو 854 فلس سجلت شركة كيفك للاستثمار ربحا خلال الربع الثالث من العام الحالي بقيمة 110 280 دينار خلال الثلاث أشهر المنتهية في ختام شهر سبتمبر الماضي مقابل 82 970 دينار خسائر في الربع الثالث من عام 2023 وتحولت شركة كيفك للربحية في التسع أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 132 770 دينار مقارنة بخسائر في الفترة ذاتها من العام الماضي بقيمة 1 130 دينار هذا وقد أرجعت الشركة التحول للربحية في التسع أشهر لتحسن أداء أسواق المال وارتفاع إرادات الاستثمارات وإرادات من شركات زميلة فضلا عن زيادة إرادات التمويل إذن دعونا الآن مشاهدين نتوقف معها ملخص أداء جلسة التداول مع الزميل عيد لانزي لحظنا اليوم من خفاض السيول منذ بداية الجلسة حتى هذه اللحظة فيما اليوم تماسكت الشركات القيادية الشركات القيادية اليوم أفضل السوق الأول أفضل فيه تماسك جدا جيد لكن السوق الرئيسي الذي قاعد يتعرض لضغوط بيعية واضح خاصة الشركات المضاربية التي ارتفعت بقوة في فترة الماضية قاعد تجني أرباح في الفترة الأخيرة إذن كمشاهدين الكرام أعتقد أن عملية جني أرباح رقم الظروف الموجودة لكن هي عملية جني أرباح مستحقة على كثير من الشركات التي ارتفعت بقوة في فترة الماضية هذا هو الوضع العام الذي يحدث في السوق في هذه الجلسة والجلسة الأمس طبعا بعض الظروف في جلسة الأمس تغير عن هذه الجلسة لكن نحن نرى اليوم السوق الأول جيد حتى هذه اللحظة وحتى في هذه اللحظات في دخول واضح على الشركات القيادية